السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الحمد لله على كل حال والحمد لله كثيرا والحمد لله رب العالمين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نريد أن نخصص حلقة هذا اليوم للإكثار من الحمد والشكر لله رب العالمين الذي أنزل علينا أمطار الخير والبركات نريد أن نشكر الله تعالى على نعمة المطار والغيط بعد أن انحبس مدة طويلة وشعر الناس بالقنوط وشعر الناس بالضين ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الحمد لله نعمة عظيمة من نعم فاطر الأرض والسماوات جاءنا المطر وجاءتنا نعمة الغيث والقطر هذه الأمطار التي عمت المملكة المغربية في المدن وفي الأقاليم وفي القرى والمداشر في الجبال وفي السهول وفي الهضاب يحيي الله بها البلاد وينفع بها الله تعالى العباد ورأينا الأرض كيف تخشع لله التراب يخشع لله والحيوانات الصغيرة من ديدان وبعوض وغيرها من البهائم الكل يخشع لله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلن عليها الماء تزت وربت إن الذي أحيها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير جاءنا المطر جاءنا الغيث وجاءنا القطر وجاءتنا الرحمة كل هذا آية من آيات الله ونعم من النعم الجزيل على عباده ربنا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله نعمة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى كريم يا ما سمعنا من خلال هذا البرنامج وغيره من المنابر الناس يشعرون بالأسى ويشعرون باليأس ويشعرون بالقنوط ويقولون بأن العام ضاع وأن هذا الجفاف الذي سجل هذه السنة لم يسجل مثله في بلادنا أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة ولكن رحمة الله واسعة الله تعالى كريم ويعجب من قنوط عباده يضحك سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن فرجه قريب فنحن طيلة هذه الشغور التي مضت كنا نشكو انحباس المطر كنا نشكو انقطاع القطر كنا نشكو جدب الأرض ظنين بأن هذا العام سيكون عاما شاقا وأن الحرب المقبلة ستكون الحرب ليس على البترول وليس على الذهب والفضة بل على الماء ولكن الله تعالى ما لبث أن سقانا سبحانه وتعالى سقيا عظيمة سقيا طيبة سقيا كريمة أنزل الله تعالى هذا الغيط ليزيل به الكروب لكي يجعل عباده يحسنون الضن به سبحانه الله تعالى كريم وطلب منا أن نحسن الضن به فإنه قريب مجيب غني كريم جواد عظيم وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا الله يا الله كم هي جميلة تلك الصورة المبدعة حينما نرفع رؤوسنا إلى السماء ونرى البرق يضرب ونرى الرعد ونرى أمطار الخير الله ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماءاً فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لا إله إلا الله آيات الله العظيمة آية المطر تسبقها وتصحبها آيات أخرى هذه الآيات فيها تعظيم لمقام الإله وفيها الشعور بالخوف من الله وفيها الشعور بتقديس جلال الله آيات الرعد وآيات البرق اشتقنا كثيراً لسماء سوت الرعد على الرغم من أنه مخيف واشتقنا كثيراً أن نرمق بأعيننا ضوء البرق وقد رأينا البرق وسمعنا الرعد ثم تبللت ملابسنا بالمطر وسقت الأرض بالغيط الله تعالى يقول هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء لا إله إلا الله انظروا إلى رحمة الله تعالى يريكم البرق خوفاً وطمعاً خوفاً من الله نخافه لأنه الجلال لأنه الجبار لأنه القوي يريكم البرق خوفاً وطمعاً نطمع في عطائه لأنه كريم لأنه جواد لأنه معطاء لأن عطاءه بلا حدود وينشئ السحاب الثقال سحاب كبيرة وعريدة مثقلة محملة بالمياه ربنا يقول سيري أيها السحابة حتى تصل إلى الأرض المباركة ومن ثم يقع نزل المطر ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الله تعالى يشعرنا أن الرعد خلق من خلق الله إنما هو يسبح لجلال الله وعظمة الله يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا الله ما أجدرنا أن نكثر من التسبيح أيها الأحباب الكرام لا بد أن نسبح الله تعالى كثيراً كما يسبحه الرعد وتسبحه الملائكة ويسبحه غيرهم من المخلوقات التي لا تعد ولا تحصى إلا الإنسان هو الذي يتجبر ويتكبر على أن يسبح لله هيا أيها الأحباب هيا جميعاً نسبح لله سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته رحمة الله الواسعة علينا أيها الأحب الكرام أن لا نيأس أبداً من رحمة الله هناك من يعطي سيناريوهات للمستقبليات لما قد سيقع في البلاد بعد عقد أو عقدين هناك من قرر ماذا سوف يكون من هنا إلى ألفين وخمسين أزمة مياه وسيكون الحروب المقبلة من أجل الماء وستكون هناك المجاعات وسيكون وسيكون ولكن سبحان الله سبحانك يا جليل سبحانك يا عظيم كل هذه تكهنات ليست في محلها رغم أنها مبنية على أرقام وإحصائيات لكن يغلب عليها التحليل الوضعي المادي ولكن التحليل العلمي الرباني النوراني فإن الله تعالى وعدنا إذا تبنا إليه وإذا عبدناه وحمدناه وشكرناه فسوف يزيدنا من الخيرات يزيدنا من النعم يزيدنا من البركات وعلينا إذا توصلنا بشيء من ذلك أننا لا ننسبه لغير الله بل ينبغي أن ننسبه لله لا نقول الطبيعة لا نقول بها قد بأن الرياح شمالية جنوبية غربية ووقع كذا وكذا بل الله سبحانه سمع نداء عباده الله جل جلاله سمع استغاثة عباده المتقين فأنزل هذا الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء لجعلناه أجاجا كلمة مخيفة الأجاج يعني أن يجعله الله تعالى ينزل من السماء مالحا لا ينبت زرعا ولا يسقي إنسانا لو شاء ربنا لجعل الماء ينزل من السماء أجاجا لكن الله تعالى ينزله عذبا زوللا حلو المضاق فيه رحمة يحيي النبات ويحيي الأرض بعد موتها ويسقي الإنسان ويسقي البهائن ويسقي كل حي فاللهم لك الشكر على نعمك الجزيلة وفضائلك الكريمة لك الشكر والحمد يا رب على آلائك التي لا تعد ولا تحصى اللهم لو شئت لجعلت ما أنا مالحا أجاجا ولكن رحمتك الواسعة أدركتنا فجعلته ماءا عذبا زللا لك الشكر لا نحصي تناء عليك وما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك أيها الأحب الكرام هذه إن شاء الله بداية الأمطار وبفضل الله وجود الله ستستمر ستستمر بإذن الله تعالى طيلة هذه الأيام لا شك ولا ريب لأن أولى أولى الغيط قطر وبعده يتتابع فضلا من الله وإكراما إن شاء الله تعالى سوف تتهطهر القلوب وتسقى الأرض وسوف ينبت الزرع وسوف ينبت الربيع وسوف تأكل البغائم وسوف تأكل الحشرات وسوف تمتلئ الأبار وتمتلئ السدود وتمتلئ الأنهار ولن نشعر بالخوف بأننا سوف نعود إلى المياه العائمة ولن نشعر بالخوف من قرارات تقول بأنه على الثامن مساء سوف يتم إغلاق جميع سنة برمية كل هذا لن يقع لأن الله كريم لأن الله رحيم ولأنه سوف يكثر أرزاقنا وسوف يرخص أسعارنا وسوف يغسل ما بقلوبنا من أحقاد وسوف يجمع بيننا على المحبة والوئام ماذا علينا أن نفعل ما علينا إلا أن نكثر من الشكر وقد أعطانا هذا الخير خاصنا بهذه النعم بتصريف الأمطار وأعطانا هذه الخيرات وهو الذي أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته جاءت رياح شمالية جنوبية غربية شرقية بعدها تفجرت السحب وأنزل من السماء ماء طهورا نقي ماء لا يحتاج إلى تطهير طاهر في ذاته مطاهر لغيره لماذا؟ لنحيي به بلدة ميتة هناك بلاد ميتة الناس من الصلحاء والصالحات والطاهرون والطاهرات والصابرون والصابرات طيلة هذه الأيام كانوا في الدعاء الحمد لله كانت وزاة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أهابت بكل المصلين في المساجد وبخطباء الجمعة وبالأئمة وبالمؤذنين وبكل المصلين أن يكتروا من الدعاء عقب كل صلاة عقب كل صلاة وجاء أيضا إرشاد من أمير المؤمنين جلة الملك محمد السيدس حفظه الله تعالى أيضا أهاب بالناس أن يفعلوا ذلك واربونا كريم ها هو أعطانا لقد سمع شكوانا وسمع أصوتنا وأجاب دعاءنا وقضى حاجتنا ورفع عنا البلاء سبحانه وتعالى قادر أن يخشف عنا كل بلاء قادر أن يزيل عنا كل شدة إياكم أن تيأسوا أيها الأحبة الكرام مهما كانت المشكلة عويصة ومهما كان المرض قاسيا ومهما كانت الوضعية متشابكة إياكم ثم إياكم أن تشعروا باليأس إياكم ثم إياكم أن تشعروا بتحطيم المعنويات الله موجود الله كريم الله عظيم يكفي أن ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب أنا العبد وأنت الرب يا رب أنت تعلم ما بحالي وتسمع كلامي وترى مكاني ولا يخفى عليك شيء من أمري يا رب إني محتاج إلى كذا وكذا وكذا أطلب أطلب واستمر في الطلب وسترى العجائب سترى العجائب عجائب لا تعد ولا تحصى أبدا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إن الله تعالى أراد منا أنه بعد أن يعطينا أمطار الخير وبعد أن يكشف عنا الضر أراد أن يجعلنا خلفاء الأرض معنى خلفاء الأرض أننا نقيم الشريعة الرحمن فوق الأرض بعد أن نقيمها في أنفسنا وقلوبنا وأمرنا أن نكثر من الدعاء الله تعالى يحب العباد الذين يدعونه لعله سبحانه وتعالى أمسك علينا أمطار الخير لأن الكثير من الناس زهدوا في الدعاء وزهدوا في أنهم يخبتون لله فالله تعالى أراد أن يسمع من هذا الدعاء فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمة الله كثيرة من غير المطر حتى غلاء الأسعار الذي يكتوي به الناس إن شاء الله سوف يزول هذا الوباء الذي نخاف منه والذي يؤثر وقتل الأرواح البريئة إن شاء الله إلى زوال إلى أفول بإذن الله تعالى هذه الحرب وتداعيتها إن شاء الله سنكون في مأمن منها وسوف ينجين الله تعالى وسوف يجعلنا من الذين يستفيدون من خيرتها فرب ضرة نافعة الله سبحانه وتعالى كريم بعباده المؤمنين مدعسنا أن نفعل حتى تتكاتر علينا الخيرات والبركات علينا أيها الأحباب الكرام أن نكثر من الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعم جميل أن نسكر سجود الشكر لما كانت الأمطار الخير تتهاطل والرغض يسبح بحمد رب والبرق رأيت أناسا سبحان الله يسجدون في الشارع يسجدون في الأسواق هذا جميل سجود الشكر نشكر لله تعالى فور تلقينا الخبر السار وهذه السجود هذا لا يحتاج إلى إلى طهارة ولا إلى وضوء ولا إلى توجه للقبلة لأنه سجود الشكر هذا الشكر أيها الأحباب الكرام علينا أن نكثر منه نكثر من الشكر ونكثر من الحمد الاكثر من قولنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وعلينا بعد أن نحصل على هذه النعم تحذير أن نستخدمها في معصية الله بالعكس ينبغي أن نستخدم هذه النعم التي سوف تتوالى علينا أكيد لا شك ولا ريب ستتوالى علينا النعم ستتوالى علينا الخيرات سوف يكرمنا الله تعالى بالخيرات التي لا تعد لتحصى سوف ننسى أيام الفقر وأيام البؤس وأيام الشقاء ماذا علينا أن نفعل علينا أن نستخدم هذه النعم في تحقيق العدل بين الناس نستخدمها في دفع الظلم عن المظلومين نستخدمها في تجنب ارتكاب الذنوب والمعاصي وأيضا نكثر من الشكر لله تعالى لا ننسه أبدا في كل وقت وحين لأن الله تعالى صاحب الفضل بالنعم وهذا الشكر أيها الأحباب الكرام كما يقوم يقوم بالفعل هو أصلا ينبغي أن نكثر منه باللسان وسوف يترجم يترجم للفعل بإذن الله وعلينا أن نتحدث نتحدث عن نعم الله كثير من الناس تحدثون عن عن الابتلاءات وعن الشدائد علينا أن نتحدث على نعم الله هذه الخيرات التي يعطينا المولى عز وجل نعم كثيرة في المطعم والملبس والمسكن وفي الشائر السؤون حياتنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا علينا أن نشكره وأن نستخدم هذا الشكر في مساعدة الفقراء ومساعدة المحتاجين ومساعدة كل من هو في أمس الحاجة إلى المساعدة لأن الله تعالى هو الذي أعطانا ووهب هذه النعم ونذكر أيها الأحباب في كل لقمة وكل شربة ماء علينا أن نحمد الله ونشكره الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة الحمد لله عقب تمام كل نعمة فعلينا أيها الأحب الكرام أن نكثر من الحمد هذه الأيام أكثر من الحمد في شهر شعبان ونحن على أبواب رمضان شهر الرحمة والمغفرة والردوان نكثر من الحمد وسوف تتوالى علينا الأيام بأمطار الخير تتوالى علينا أمطار الرحمة سوف ننسى الماضي وهمومه وسوف نستقبل أياما أخرى كلها خيرات وكلها بركات فأكثرنا الحمد الحمد لله رب العالمين خصوصا الكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في الميزان الحبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على هذه النعم وعلى هذه الخيرات وعلى هذه البركات يا من تفضل علينا بالنعم ووهبنا إياها من غير حول منا ولا قوة لك الحمد والشكر يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم أكثروا جميعا أيها الأحبة الكرام من الحمد لله تعالى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله